يقول فضيلة الشيخ خفَّقكم الله كيف نجمع بين فعل الإمام مالك رحمه الله في طرد المتنطعين والمبتدعة وبعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إنه لم يطرد المنافقين والكفار من مجلسه ما أظهروا شيء كفار المنافقين ما أظهروا شيء ولا سألوا أساء في حق الله سبحانه وتعالى هذا أساء في حق الله بل إنه سبَّ الله عز وجل لقوله كيف استوى نعم